اهلا بكم مشاهدين الكرام في الحلقة الجديدة من برنامجكم بالمصر منذ اقل من اسبوعين اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا في مصر عن مبادرة هي الاولى من نوعها ربما في تاريخ مصر الحديث منذ محمد علي باشا في القرن التاسع عشر الريف المصري كان هو موضوع هذه المبادرة ولمن يعلم او لا يعلم فالريف المصري يسكن به غالبية المصري سواء في شمال البلاد او في جنوب البلاد الريف المصري كان محلا لاهتمامات من الدولة عبر عصور كثيرة ولكنها كانت طوال الوقت جزئية كانت طوال الوقت قطاعية وربما احيانا جغرافية هذه المرة الامر تعدى كل هذا هي مبادرة رئاسية ستشترك فيها كل قطاعات الدولة الرسمية والاهلية لتطوير اكثر من 4500 قرية مصرية بتوابعها التي تزيد عن 30 الف تابع المبادرة لها زمن محدد ثلاث سنوات السنة الاولى سيتم تطوير الف خسمات قرية او يزيد ومعهم توابعهم ثم في خلال العامين التاليين سيتم تطوير كل الريف المصري التطوير هنا له معاني مختلفة معاني مادية ومعاني ايضا اذا الطابع بشري كل هذا سيكون محل حوارنا الليلة ما هذه المبادرة ما هذه الحياة الكريمة التي اصبحت عنوانا لمبادرات كثيرة الان في مصر اخرها تطوير الريف المصري اسئلة كثيرة سوف تكون موضوع حلاقتنا الليلة التي نرحب فيها بضيوف كرام اطراف في هذه المبادرة بشكل مباشر نرحب هنا في الاستوديو بالدكتور خالد عبد الفتاح مستشار وزارة التضامن لمبادرة حياة كريمة اهلا بحضرها كيفاند كما يشرفنا معنا هنا ايضا الاستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صنع الخير اهلا بيك اهلا بيك دكتور وينضم الينا من استوديوهاتنا بوسط القاهرة الاستاذ الدكتور ولاء جادر كريم مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية اهلا بيك دكتور ولاء اهلا بيك دكتور دكتور خالد يعني انا حبدأ بحضرتك واحنا يعني مصر يمكن قضية الريف والمدينة والريف والحضر كثيرون ربما لا يعرفون تفاصيلها لكنها يعني اه في الواقع ربما البعض يفاجأ بان الريف في مصر واغلمية الناس 58 مليون شخص ستشملهم هذه المبادرة كما ذكر اه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اه عندما نقول الريف في مصر نحن نتحدث عن ماذا ايه الجمل العريضة لهذا الريف مقارن بالحضر اه يعني ممكن نقول من من الخلفية التخصص بقى وخلفية علم الاجتماعي يعني نحن نتحدث عن اصل المجتمع المصري المتتبع لتاريخ مصر كنا بنحط مؤشر على التنمية وعلى التحديث في المجتمع المصري بنسبة سكان الحضر وعدنا الخمسين سنة فاتوا او ستين سنة فاتوا وكنا بنسعى الى زيادة عدد سكان المقيمين في الحضر على ان ده نوع من التنمية ونوع من التحديث اللي بيتم على المجتمع والاصل الغالب ان اكتر من 3-4 المصريين هم من سكان الريف او من اصول ريفية في اخر تعداد لمصر احنا بنتكلم عن 59% تقريبا من سكان المصريين هم مقيمين في الريف ومقيمين في التعداد دايما في المسوح اللي بتتم بنتكلم عن ناس مستقرة في اخر 6 شهور اخر 6 شهور يعني مقيمة بشكل دائم يعني بنستسني من دول اللي من اصول ريفية المهاجرين للحضر لو دول رجعوا لقراءهم نسبة المقيمين في الريف هترتفع بدرجة يعني ملموسة كمان احنا بنتكلم عن مقيمين موزعين تقريبا على 23 محافظة يوجد في مصر فقط اربع محافظات حضرية قاهرة واسكندرية بورسعيد والسويس كل محافظات مصر المتبقية لها زاهير ريفي نتكلم عن عدد قراء زي ما معليك اشارة 4500 قرية تقريبا بتوابع ليهم بارقام بتتعدى او بتصل الى ال 31 الف تابع نتكلم عن عدد مراكز ادارية بينخرج تحتها هذه القراء اكتر من 170 مركز اداري على مستوى الجمهورية كل دي ارقام بتلخص لنا هو ايه الريف؟ الريف بالمعنى الاقتصادي هو يعني طبيعة من السكان بيشغل نشطهم العمل الزراعي او القطاع الزراعي انما مؤخرا وفي ظل التطورات اللي تمت على الريف المصري ومهم ان ده كمان يؤخذ في الاعتبار فكرة الصورة النمطية عن الريف المصري اتغيرت وطبيعة الانشطة الاقتصادية اللي بنشوفها اللي كنا بنشوفها في الريف المصري اتغيرت احنا بنشوف النهار ده ريف لا يفرغه في طبيعة حتى نمط العمران عن المدن الا يعني بعض القليل وكتير من ريف الوجه البحري بالمناسبة اقرب في نمط العمراني للنمط الحضري من عمران بالطوب الاحمر بالمسلع بالعمارات بالابراج الى اخرى وكتير من قرى المراكز الريف البحري القريبة من المدن بحكم الطبيعة الجغرافية للوجه البحري بقت ملاز لسكان المدن للهروب من ارتفاع المساكن يعني تكلفة المساكن العالية في المدن القبرى يعني عواصم المحافظات او المراكز الشهيرة او غيره وده اثر احكمان على نمط العمران ونمط الطبيعة الاقتصادية اللي بقى فيها عن حصار للمشتغلين بالعمل الزراعي بقى كتير من المشتغلين في العمل الاداري والحكومي كتير من المشتغلين في العمل التجاري بقى فيه تغير بيلحق على الريف المصري مهم يؤخذ في الاعتبار واحنا بنفكر فيه عمليات تنمية في هذا الريف فيه ارتفاع في معدلات التعليم طبعا احنا بنتكلم بخمسين ستين السنة فاته رغم ان فيه نسب امية مرتفعة ما زالت قائمة وركزة اكبر عند المرأة ممكن تبقى اعلى في وجه ابري مقارنة بوجه بحري وخلابه طبعا مصحوبه كل ده وكل هذا التنوع وفي الخصاص الاجتماعية والتعليمية ونمط العمران وخلافه تجمع وتكريس لكل هذا الزوار في معدلات للفقر بقى مصحوب مقارنة بالعيش في الموضوع طبعا دكتور استاذ مصطفة زامزة وانت رئيس مجلس اماناء مؤسسة الصناع الخير واحدة من مؤسسات المجتمع الاهلي الكبيرة في مسؤولة التي تقدم بالتحديد في مجالات العمل الاجتماعي يعني مساهمات كبيرة حتى رحضة اطلاق هذا المشروع سعود الى ما بعدها تماما اين كان الريف من انشطتكم يعني انشطتكم موزعة ازاي في مصر هل وفقا لمقال دوتو الخالد ولا التركيز اكثر على الحضر ولا الريف في خير حال يعني الوضع بالضبط خليني اقول لحضرتك برضو بشكل مختصر المجتمع المدني في مصر كان معني بالتنمية في الريف المصري بشكل مباشر قد يصل لتمانين في المية من انشطه والحقيقة يمكن بعض الناس تقول طيب الموضوع ما كانش بيبقى ظاهر بالحجم اللي احنا نتكلم فيه دلوقتي الانشطة كانت متفرقة صحيح وليست فيه مشروع قومي اللي بيحصل النهاردة ما حاجة بتقول كده هو قرار تاريخي لن يتقرر كثيرا ويمكن على مدار الستين سنة والخمسين سنة اللي فاتوا من اول شق فيه مشروع فيه تضافر جهود من الدولة ومن القطاع الخاص ومن المجتمع المدني والعديد من الهيئات داخل الدولة المصرية طيب المجتمع المدني فيه انشطه على مدار السن اللي فاتت دي كلها لغاية ما وصلنا ما يقرب من خمسة وخمسين الف جامعية اهلية معظم الجامعات القاعدية هي في الريف المصري اشتغل مع الجامعات الرئيسية اللي موجودة في القاهرة لكن دايما الصورة مركزة على الجامعات المركزية والجامعات الرئيسية اللي موجودة فيه محافظات زي القاهرة واسكندرية او بعض المحافظات الواجهة البحر لانهم قادرين على توفير تمويل وبالتالي كل خططهم بتشتغل على تنمية الريف المصري سواء في الصعيد او في بحر يمكن النسبة الاكبر طبعا في الصعيد مصر نسبة للفقر اللي كان منتشر طيب هل ده بيتغير بالجزء الخاص بالشغل في المدن او الحضر كان بيبقى متمركز في المناطق العشوائي وده كان منتشر الحياة في القاهرة وبعد المشروع القوم ايضا للسيد الرئيس اطلاقه والقادة السياسية متبنياء الفترة الاخيرة بدأ يحصل كمان تراجع شوية لدور المجتمع المدني في المناطق دي لانه بدأ يتم ازالتها بشكل كامل ونقل كل سكان من المناطق الخطرة او المهددة لمناطق حديثة زي الاسمارات وغطر عينب واهلين وكل المشروعات الحديثة اللي بيتم منقل السكان فيها قد بينضم لي المجتمع المدني في فرش بعض المنازل او التأسيس او مشروع عضنات او وده كل يبقى تحت مزارة وزارة طامن اجتماعي طب انا ليس سؤال صغير هنا في المناطق دي حضرتك يعني مثلا مؤسسة الصموع الخير لو لا باخد واحدة زمنية سنة او سنتين او ثلاثة حجم عملكم ماليا في الريف المصري بالجنوب او الشمال تقريبا بيوصل في ممكن على مدار السنتين ثلاثة اللي فاتوا دول ما يقرب من مئة مليون في الريف ريف فقط اه والحقيقة كان بيبقى متخصص اوي يعني احنا بنبقى نزلين لانتشار امراض معينة زي حملة فيروس سي ما كنا بنشتغل مع وزارة الصحة وزارة التضامن فيها كنا شركاء رئيسيين في الكشف 640 الف مواطن متمركزين في المينيا وكفر الشيخ كانوا اكتر محافظتين بيصل فيهم الفيروس سي كان منتشر اكتر من 60% كنا بنتكلم بعديها لمبادرات لمكافحة مسببات العامة في مصر بعدما السيد الرئيس اطلق مبادرة نور حياء ودعم المبادرة عينيك في عينها لاطلقتها صنوع الخير كنا بنشتغل على جزئيات خاصة بمرضى القلب والاطراف الصناعية وكراسة متحركة تدخلات سريعة للمجتمع المدني لانقاذ الكثير من الأسر في القرى الأكثر احتياجة رفع كفاءة بعض المنازل من خلال وزارة التضامن في مبادرة سكن كريم وقبلها كمان كنا بنصق مع المدريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية في مساعدات الإنسانية العجلة هكت بتشوف طبعا السيول اللي بتحصل في بعض الأماكن اللجوء أو النزول للجامعات الأهلية في ده هو الأسرع لأنهم الأقرب إلى الأهلين في كل المحافظات للمناطق الحدودية وشغلنا على مبادرات زي حماية اللي ممكن نشغالين فيها مع مؤسسات حياة كريمة ومع وزارة الضامن الاجتماعي نحن بنشتغل في خلال ثلاث أسابيع مثلا عندك زيارات للمناطق زي حلاب وشارتين وسانت كاترين والوادي الجديد ومارسة مطروح ومحافظة زي أسوان والنوبا لسه رجعيني ممكن أول مبارح كل تدخلات العجلة أو السريعة أو الإغاثية هو دور أصيل للمجتمع المدني بجوار ملف التنمية لا ينقطع عن بعض يعني فعشان كده يمكن أنا بقول لحضرك أن الأمر الخاص به القطاع الطبي أو القطاع التنموي أو التعليمي كان دور رئيسي أو محوال رئيسي لكل المجتمع المدني الفترة اللي فات طيب انتقل لك دكتور ولا جاد الكريم وأنت مدير وحدة الحياة كريمة ووزارة التنمية المحلية ووزارة التنمية المحلية هي الوزارة المسؤولة عن كل هذا عن كل يعني مصر جغرافيا بتبيوناتها ما بين ريف وحضر وبين يعني متقدم وفي طور التنمية أنتم في وزارة التنمية المحلية وإحنا استمعنا إلى دكتور خالد فيما يتعلق بالريف بتعريفه أنتم في وزارة التنمية المحلية لديكم معلومات مدقاقة عن حالة مصر البشرية وحالة مصر التنموية جغرافيا كيف تصفها لنا دكتور وقال تحياتي لحضرتك ولديوفك الكرام أصدقائي الدكتور خالد والأستاذ مصطفى الحقيقة أنه ليس ببعيد عن الكلام اللي ذكروا صديقي وأستاذي الدكتور خالد عبدالفتاح احنا الريف المصري عندنا بيتمثل في مفهومه الإداري في كل ما هو ليس عاصمة لمحافظة أو عاصمة لمدينة بالتالي كل التقسيمات الإدارية الأخرى بتعد من قبيل الريف احنا بشكل محدد وشكل إحصائي عندنا 189 مركز إداري 189 مركز إداري دول بيضموا ما يزيد عن 4500 قرية احنا بيستهدف في مبادرة حياة كريمة وفقا للتكليف الرئاسي ووفقا للتوجيه من دولة رئيس الوزراء يعني الريف الموجود أو القطاع الريفي اللي موجود في 20 محافظة طيب ليه 20 محافظة؟ لأنه زي ما ذكر صديقي الدكتور خالد احنا عندنا محافظات حضرية ليس لها امتدادات رفعية وهي السويس وبرصعيد والقاهرة ويمكن لغاية فترة قريبة كان عندنا كمان الأسكندرية لكن الأسكندرية مؤخرا أصبح لها ظهير ريفي وعندنا مركز مهم بيضم قطاع ريفي في الأسكندرية وهو برج العرب وهو داخل معنا في المبادرة في المرحلة الأولى على فترة وعندنا أربع محافظات طبيعة العمران فيها مختلفة والطبيعة الاجتماعية والثقافية مختلفة وبالتالي الدولة بتتبنى لها برنامج خاص وهي محافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء لو استثنينا السبع محافظات دول نلاقي أننا عندنا 20 محافظة 20 محافظة دول بيضموا بشكل محدد 175 مركز إداري بيضموا 4209 قرية نحن بنشتغل في 4209 قرية دول يمكن عشان نبدأ الشغل وعشان نضع خطط تنموية متكاملة تلب احتياج عند أهلنا في هذه القرى كان لابد من الدراسة العلمية والتعرف على الأوضاع التنموية الراهنة في هذه القرى بشكل دقيق وده الحقيقة كان جهد مشترك من وزارة التنمية المحلية وقاليات الإدارة المحلية وزملائنا في الوزارات والهيئات المركزية الخدمية والاقتصادية وزملائنا كمان في المجتمع المدني واقطع مهم من الشباب ممثل في الشباب خريجي البرامج وبرامج التدريب الرئاسية كل هذه الأطراف اشتركت في توصيف الوضع الراهن وأصبح عندنا وسيقة بتوصف الوضع الراهن في كل مركز من المراكز اللي احنا بنشتغل فيها أظهرت مجموعة من الاحتياجات الوضحة عندنا الريف المصري مثلا معدلات التغطية بالصرف الصحي فيه أقل من 25% عندنا الريف المصري معدلات التغطية بمياه الشرب مرتفعة جدا على مستوى الإتاحة بتوصل لي 98% و99% لكن فيه مشكلة في جودة هذه المياه فيه مشكلة في انتظامها مشكلة الانقطاعات المتكررة اللي بتحتاج استثمارات في المحطات وفي الخطوط وفي غيره عندنا مشكلة ان الريف المصري غير مغطى بشكل كامل بخدمات الغاز الطبيعي خدمات الاتصالات اللي بتسهل عملية التحول الرقمي فيها إشكالية كبيرة جدا في الريف المصري الطرق سواء الطرق الواصلة بين القرى الطرق اللي بتساعد الريفيين وأهلين في القرى على الوصول لمراكز الخدمات الكثير منها يحتاج إلى رصف أو إعادة تأهيل نحتاج إلى تعامل زكي مع الطرق الداخلية الموجودة أو الشوارع الداخلية الموجودة في القرى بشكل يناسب طبيعة حياة الريفيين ولا يعني يؤثر على تحركاتهم وتحركات يعني مواردهم الاقتصادية الأساسية اللي هي في كثير من الأحيان موارد زراعية وماشية وغيره عندنا مشاكل متعلقة بالتكدس في الفصول يعني الإتاحة التعليمية موجودة تقريبا عندنا ما عندناش احتياج كبير لإنشاء مدارس خصوصا مدارس تعليم أساسي فيه تجمعات ريفية بعينها التجمعات الريفية المحرومة من الخدمة التعليمية قليلة مش كتيرة لكن لدينا مشكلة في كفاءة المدارس القائمة وفيه كسافة الطلاب جوه الفصول وده بيؤثر بشكل مباشر على جودة ومخرجات العمليات التعليمية الوحدات الصحية منتشرة وخلينا أقول لحضرتك أن الوحدات الصحية منتشرة أكثر مما هو مطلوب ويمكن ده كانت مفاجأة من المفاجآت اللي طلع بيها الحصر أنه لدينا عدد وحدات صحية أكبر من احتياجنا لما بدأنا نشتغل ما زملاق في وزارة الصحة طيب احتياجات منظومة التأمين الصحي لأن مبادرة حياة كريمة بتتكامل مع غيرها من البرامج الرئاسية وأهمها يعني البرنامج الطموح لتطبيق التأمين الصحي الشامل طيب هنشتغل الوحدات الصحية بما يتوافق مع نموذج التأمين الصحي الشامل اكتشفنا نحن في حاجة إلى إغلاق أو إعادة استخدام إعادة توظيف عدد كبير من المنشآت الصحية وبالتالي محتاجين لكن محتاجين يعني نستسمر في تطوير المرافق أو الوحدات الصحية اللي هتدخل المنظومة وهكذا ده التوصيف اللي حصل حصل لكل مركز لكل قرية من حوالي 1400 قرية اللي هنشتغل فيها وده اللي ساعدنا بعد كده أن احنا نضع خطط تنموية تلبي هذه الاحتياجات وتسد الفجوات التنموية اللي موجودة أشكرك على هذا العرض دكتور ولاء الآن سنخرج مشاهدات الكرام إلى فاصل قصير نوضي وبعدها لنناقش تفاصيل هذه المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري أهلا بكم مشاهدات الكرام مرة الأخرى نواصل حواري مع ضيوفنا الكرام أتوجه إليك سيد دكتور خالد أبو الفتاح سيد دكتور خالد يعني أنت مستشار وزادة التضامن لحياة كريمة المبادرة الرئاسية الجديدة في التطوير الريف المصري بتكلفة نصف تريليون أو أكثر من نصف تريليون جميع مصري على مبادرة ثلاث سنوات أتت تحت نفس الأنوان حياة كريمة ما هي الحياة الكريمة التي تعملون عليها في مبادرات مختلفة ولماذا اختار الرئيس أن تكون مبادرة التطوير الريف المصري تحت هذا الأنوان العريف طيب إحنا المبادرة في دول تكليف الرئاسي الجديد اللي تم إطلاقه يوم 27 ديسمبر الماضي هو تطوير ونقدر نقول مرحلة تانية للمبادرة ذاتها مبادرة حياة كريمة اللي تم إطلاقها في 2019 في بداية 2019 وكان هدفها محدد استدف بالدرجة الأولى تحسين نوعية حياة السكان في القرى الأقصر احتياجا عدنا نشتغل على القرى الأقصر احتياجا كانوا ألف قرية تقريبا كانوا ألف قرية مرتبين تنزليا حسب نسب الفقر وخدنا في أول سنة دفع منهم وفي ثاني سنة كان قائم العمل جاري العمل في دفع تانية بعدد 232 قرية بإجمالي سنتين 375 في خلال السنتين ونتيجة للعوائد والأثار الكبيرة جدا اللي بدأت تظهر على القرى اللي تم العمل فيها كان بيقوم على تنفيذها خلال هذه الفترة ثلاثة وزارات أساسية وزارة التخطيط وزارة التنمية المحلية وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية كانوا بيتولوا ملف المشروعات الاستثمارية خاصة بالبنية التحتية والمرافق والمؤسسات الخدمية وزارة التضامن الاجتماعي كانت بتشتغل على ملف الفئات والأسر الأولى بالرعاية داخل هذه القرى من خلال مدهم بخدمات متعلقة بتأهيل المنازل وخدمات صحية بعلاج مجاني وقافل طبية وعمليات جراحية مجانية وخلال هذه التدخلات ده كان واقعي يا دكتور يعني الرد الفعل الإيجابي ده كان واقعي ولا ورقي نفسك سؤال صريح ممكن يسأله أي مشاهد أو يشهر به صاحب الشعب يا فند مواقعي والدعوة مفتوحة لمعليك بالبرنامج بأي تخطية إعلامية في أي قرية يتم اختيارها بشكل عشوائي من القرى اللي تم العمل فيها في المرحلة الأولى احنا أنجزنا شغل تم من خلاله تم من خلاله تنفيذ زي ما الدكتور ولاء هيوضح بعد شوية وهو سعيد بوجوده معنا أكتر من 600 مشروع في أول دفعة قرية في 143 قرية 600 مشروع بنية أساسية وإحنا بنتكلم على خدمات في أسر تم تقديم خدمات في سكن كريم بلغ مجموعها 16 ألف خدمة ما بين تركيب أسقف ورفع كفاءة ومد المنازل بشركات خدمات عامة مياه صرف ومياه شرب وصرف الصحيح بالمناسبة أنا جبت بعض المستفيدين هنا في هذا الاستوديو يعني من مباشراتكم من غير من نحضب مستفيدين مباشراتكم مواطنين قاعدوا معانا هنا في الاستوديو والطولة مشجعتهم يقولوا تجربتهم الحقيقية وما يخافوش صحيح كلامهم الحقيقة كان إيجابي جدا نتيجة لهذا العائد إحنا طبعا مهم كمان نشير أول دفع من القرى اشتغلنا بيها بجملة استثمارات في البنية التحتية مع الأسر البنفات الأولى برعاية بلغ في مجموعهم تقريبا أربعة مليار يعني تلاتة وكسب مقربين من أربعة مليار في الدفع التانية من القرى كنا مخططين مقدرين ميزانية بتسعة ونص مليار أغلبهم للبنية التحتية تمانية وكان مليار ونص للتدخل الاجتماعي وكنا سعيدين جدا أنا على المستوى الشخصي سعيد جدا إن الدولة بتكليف من فخامة الرئيس بيسمح لنا إن إحنا نعمل هذه التدخلات في هذه المناطق من الجغرافية وهذه الفئات من السكان بهذه المبالغ الضخمة كنا متخيلين إن هي يعني نتعامل معنا ساعتها أبا في 27 ديسمبر في مجموع السنتين 13 مليار وشايفين إن ما كانش في حكومات سابقة خصصت مبالغ بهذا الشكل لهذه النوعية من التدخلات أنا على المستوى الشخصي فوجئت في 27 ديسمبر بتكليف الرئيس وبيتاحت مخصصات بهذا الرقم 515 مليار لم يصبق لأي حكومة ولا أي نظام حكم بالمناسبة في تاريخ مصر زي ما حضراك أشارت إن كان عنده الإرادة أو الجدية أو الإتاحة بذلك إحنا بنتكلم عن حياة كريمة وأنا سعيد إن حضراك بتأكد على هذا الوصف لأن ما يؤكد عليه السيد رئيس الجمهورية يوم بعد يوم إنه في إدراقه وفي تأكيده على كل مبادراته إنه بيأمل إن المصريين يعيشوا في يوم الحياة اللي بتحفظ ليهم القرامة في العيش والقرامة في العيش هنا سواء من سد احتياجات في الخدمات يعني الفرق بين المقيم في الحضر والمقيم في الريف في حصوله على خدمات تبقى الفروق البسيطة أو تبقى أسر اتعرضت أو مناطق جغرافية بالمناسبة اتعرضت لفئات سنوات طويلة جدا جدا من التهميش الاجتماعي من عدم حصولها على خدمات أو اهتمام بمظلة حماية اجتماعية أو خدمات تنمية مهارات تساعدهم على بناء قدراتهم وتمكين مهاراتهم بالشكل اللي يسمح لهم إنهما يستثمروا هذه المهارات والقدرات في أنشطة مدرة للدخل احنا بنتكلم عن يعني الفترات طويلة يعني حتى لما نقول حتى 2016 لما وزارة التضامن الاجتماعي بدأت تدير ملف منظومة الدعم النقدي اللي وصل بخدماته لأبعد القرى وأفقر الفقراء داخل هذه القرى أقصر الفئات احتياجة مش بس الفقر لأن منظومة الدعم النقدي فيها فئتين تكافل وكرامة في أسر فقيرة وفيه فئات وأشخاص أولى بالرعاية مستفيدين بهذه دي منظومة شملت كل هذه القطاعات هنا احنا أمام مبادرة أنا براها كده بتعكس إدراك من القيادة السياسية على أهمية يعني الاهتمام بالريف في هذه اللحظة وفي هذا التوقيت بالذات ومصر بتخرج وأنا بشوفه على هذا النقل بتخرج من منظومة يعني إصلاح اقتصادي ناجحة مهم إن هي تولي الاهتمام أكبر بالفئات والأسر الضعيفة والهشة أو المناطق الغرابية اللي ظلت لفترات طويلة محرومة ونواة جهاز الإصلاح الاقتصادي وعوائده مهم إن هي تطول هذه المناطق اللي ظلت محرومة لفترات طويلة فهذا توزيع عادل من عوائد الإصلاح الاقتصادي مهم إن هي تطول هذه الفئات بهذا الشكل مهم نقف في وقفة تانية عند طبيعة التدخلات اللي أنا في زمنا أنا حرجع لها في الفقرة بس لنروح لأستاذ مصفة زي مستاذ مصفة يعني إحنا المرحلة الأولى زي ما ذكر دكتور الولاء هي فيها عشرين محافظة واحد وخمسين مركز قرابة الف وخمسمائة قرية بالإضافة لتوابعهم المجتمع الأهل في مصر وإنت يعني أحد ممثلي الكبار بنسب محددة أنتوا بشاركين بقد إيه هتعملوا إيه إيه دوركم في المبادرة الرئاسية خليني أكمل على كلام الدكتور خالد دكتور خالد تكلم عن جزء مهم جدا في التدخلات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ويمكن المجتمع المدني شريك رئيسي لوزارة التضامن وطبعا في كل المجتمع المدني هو بيعمل تحت موزارة وزارة التضامن الاجتماعي وفي شريك رئيسي في المبادرة في التنصيق وتنصيق الجهود أيضا والتمثيل في الاجتماعات المباشرة هما شباب مؤسسة حياة كريمة حقيقة احنا يمكن بيننا وبينهم تشابك أو تشارك في كل الأنشطة بتاعتهم في كافة المبادرات اللي بتلقوها هما ده الحقيقة نتاج مهم جدا من مؤتمرات السيد الرئيس الشبابية على مدار السنوات اللي فاتت يعني تخرج الكثير منهم في الأكاديمية الوطنية لتأييل الشباب وتنصيقية الشباب بالأحزاب والمؤسسة حياة كريمة وده الحقيقة بيدي شعور كبير جدا لكثير من الشباب المصريين قد يقدروا ويقدموا بلدهم بالتطوع من من كافة الإدارات أو المؤسسات دي فبدأ الحقيقة شباب مؤسسات حياة كريمة ببعض الدراسات والأبحاث الميدانية أو دراسات الميدانية للأسر المستهدفة في لألف وخمسونة قرية بالتنصيق طبعا مع وزارة التضامن الاجتماعي وكمان تشارك والتنصيق الدكتور ولاء والدكتور خالد يعني هم العضوين الرئيسيين في هذه الملفات وبييجي بقى الدور الباقي بعد الدراسات والأبحاث والتكلفات اللي هتحصل كمان من وزارة التضامن ممكن معالي وزيرك هتعامل اجتماع بالأمس عن التدخلات في الجزء الخاص بالشق الاجتماعي والاقتصادي وهنا الجامعات اللي يمكن 23 جامعية الكبار اللي بيشتغلوا في المرحلة الأولى هم كمان مكملين في المرحلة الثانية 23 جامعية مركزية أو بناتبرهم جامعات رئيسية هنا في القاهرة بيبدأوا يشتغلوا مع الجامعات القاعدية دي ألاف من الجامعات بيبدأ الدكتور خالد طبعا وفريق وسادة وكالاء وزارة التضامن على مستوى الجمهورية بيعملوا اجتماعات وحوار مجتمع معهم ويبدأوا يشوفوا التدخلات بعملة ازاي طيب احنا دورنا ايه كمجتمع مدني بالشاركة مع شباب زي مواد ده وزي فكرة التوعية بخصوص الانجاب وده مشكلة بترتهم كل التنمية اللي بتحصل في مصر سيد الرئيس أشهر لها لأكتر من مرة والحقيقة وزارة التضامن عندها مشروع نجح جدا مشروع التين كفاية هيتم العمل أكثر هيتم تطوير عدد كبير جدا من رائدات الرفيات بدل ما كانوا 9000 أو 11000 معاني الوزير المتركة بتقول لنا وصلوا لـ 20000 ده محتاج جهود من المجتمع المدني المتابعة والرقابة وأنا دايما أقول أن الرقابة المجتمعية لو مش موجودة في كافة المشروعات اللي بتتكلم أكثر من نصف تريليون إزاي هيحصل الجودة أو مؤشرات أداء القياس هنا لازم يكون في ضر المجتمع المدني وأي دولة في العالم حصل فيها تنمية حقيقية كان دايما الأضلاع التلاتة الموجودين المجتمع المدني القطاع الخاص الشريك رئيسي مع أجيسة الدولة المعنية انتشار الجامعيات في القرى بيدي كمان سرعة استجابة لأي تدخل حقا عاوز تنفزه الجزء الأهم والأفضل كمان فيه التجميع اللي بيحصل من خلال الوزارة أن كل الجامعات تلتق مع بعض اللي عنده أفكار جديدة بيبدأ يضيفها داخل القرى اللي عنده مشروعات صغيرة متميزة بها القرى دي بيبدأ يشتغلها زي السجاد وزي المشروعات التراثية الحرفية اللي بدي ممكن بنشتغل على تطويرها دلوقتي مشروعات لدعم مثلا زي صغار الصيادين يمكن نشتغل نحن فيه كصناع الخير لفترة فاتت ومعالي الوزيرة أطلقت مبادرة لدعم 50 ألف من صغار الصيادين ده موضوع مهم بدأ يبقى فيه قيمة مضافة للمشاريع داخل القرى مثل اللي جاتت لحفظ الأسماك أدوات صيد حديثة الممنوع كمان نبدأ نشتغلهم على التوعيب في موضوع الصيد الجائر مزارق للصدراء السمك اللي بيحصل وأهميته بالنسبة لهم بعض المشروعات أو المنتجات بتاعتهم الحرفية تبدأ نبدأ العمل على تسويقها وتصدرها للخارج وده لحقيقة الحمد لله بدأ يجيب مرضوط كويس جدا فيه محافظات زي الفيوم وإنا وسهاج بنحاول ننشر ده في باقي المحافظات عندكم ايه تقدير رقمي من 15 مليار مسامة المجتمع المدني تقريبا قد ايه بص حضرتك ده لسه هيحسم سواء الجهد البشر المقدر بمادي أو المادة المباشرة ده هيتحسم طبعا من خلال وزارة الضامن ودكتور خالد هيقدر يفيد رقم بالزبط ايه لكن دايما حتى ما نيجي تدخلاتنا في المرحلة الأولى نبنى عليها يعني نعم كان مسامة المجتمع دايما ما بزيتش عن 10% من القيمة الإجمالية في مشروعات زي سكن كريم يعني المجتمع المدني الأهم بالنسبة لنا مش فكرة اللي احنا طبعا كان عندنا لو الجهد البشر المقاوم بالمدني طبعا بزرط بزرط احنا يمكن كان المشكلة الأكبر اللي بتواجه كل أهلنا في كل القرى مفيش إمكانيات مادية مهما كانت قوة المجتمع المدني لن يستطيع تدخل في مشروعات زي البنية الأساسية والتحتية ده دور دولة في المقام الأول لكن تعال حاك نتكلم عن التدخلات فيه المشروعات الصغيرة ومتنوية الصغر والخدمات الطبية العجلة والتوعية وإنشاء كافة المشروعات الخاصة بدعم أهلنا في القرى ده كان جزء أصيل حقيقة من وزارة ضامن وده كان نجاح من تجربة نكحة جدا حصلت في السنوات الأخيرة قبل كده الحقيقة عشان نكون برضو صدقين وده كلام دايما فيه وضوح شوية مكان دور المجتمع المدني والوزارة هي رقيبة عن مجتمع المدني دايما الجامعات قالها بصة للوزارة إن هي هتيجي تفتش عليه إمتى إنها هيحصل بطرير بزبط يعني إنما الوضع الحقيقة اختلف كتير جدا في السنوات الأخيرة إن بقى فيه شراكة بقى فيه تكامل مع الدور الرقابي أيضا مش بيقول إن هو مش موجود ولكن أنا بقيت النهاردة شايف إن أنا عندي أي أزمة بقابلها في الريف أو في المناطة الأقصر احتاجا قادر أعود مع الوزيرة المباشرة لها وقدر أحكي مع السادة المستشارين والمساعدين إن إحنا نحل إزاي ويكملوا بدعمك عظيم يعني الأول أنت كنت بتطلب الدعم دايما من المصريين والشركات والقطاع الخاص إحنا ممكن كمان كدولة نقدر نديك دعم في تنفيذ هذه المشاريع عظيم دكتور الولاء جادل كريم يدير وحدة حياة كريمة بوزارة تمام محلية أنا حسألك كمواطن أمن القرية في الأخصر أنا شخصيا تتبع أحد مناكز القرية ودخلت أو ما دخلتش لكن القرية دخلت في التطوير مرحلة الأولى قل لي أنا حيحصل إيه في قريتي بحالتها دي بترعتها بوحدتها الصحية بمدعستها اللي ربما مش كافي أو أي للسقوط بطرقها بكل إيه الملامع في خلال سنة في قريتي أنا شخصيا أو المواطن اللي بتفرج علينا حيحصل فيها إيه وفي التجاه المناسبة ومن لقصك كمان يا فن أنا عارف يا فن أنا عارف هايحصل هايحصل أربع أنواع من التدخلات يا دكتور صح والأربع أنواع دي متكاملة يمكن أبدأ بالتدخل اللي أشار ليه وغطى زميلي الدكتور خالد وهو التدخل مع الفئات الأولى بالرعاية مد مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات من خلال تدخلات سكن كريم وتدخلات تقديم الرعاية الصحية والرعاية الطبية المجانية وده الدور المهم اللي بتقوم بيه زملائنا في وزارة دامو الاجتماعي بالشراكة مع زملائنا في المجتمع المدين عظيم بالإضافة إلى هذا الدور هناك ثلاث تدخلات في غاية الأهمية تدخل الأول هو مشروعات البنية الأساسية اللي حرم منها الريف المصري طويلة بتكلم بشكل محدد على أربع خدمات تحت الأرض خدمات الصرف الصحي خدمات مياه الشرب خدمات الاتصالات وخدمات الغاز الطبيعي وبتكلم على خدمات كمان بنية أساسية فوق الأرض متمثلة في الطرق طول الوقت عندنا مشكلة في الطرق المحلية في الريف المصري إما أنه الريفيين مش قادرين يوصلوا لمحاور التنمية المحاور اللي الدولة بتستثمر فيها مئات المليارات في الست سنين الأخيرة إما أنهم مش قادرين يوصلوا لمراكز تقديم الخدمة إما أنهم مش قادرين يوصلوا لأسواق وده كان ليه تدعيات اقتصادية كمان صحيح نحسن الاتصالية الجغرافية من خلال شبك الطرق بتربط الريفيين بالمحاور التنموية بالمراكز الحضرية بمراكز تقديم الخدمات من خلال رصف كافة الطرق الوصلة والشوارع الرئيسية داخل القرى الشوارع الداخلية اللي كانت بتعاني وكنا طول الوقت مع أي أزمة أمطار أو غيره يعني بتتحول إلى برك يصعب الحركة فيها زملائنا في جهاز التعمير والهيئة الهندسية القوات المسلحة بالتعاون مع عهليات الإدارة المحلية نجحوا فيه تطوير يعني تصور لمواد يتم بيها تثبيت هذه الشوارع تسمح بيه يعني سيولة الحركة داخل هذه الشوارع لا تحد من انتقال الريفيين بيعني وسائل انتقالهم التقليدية لا تؤثر على حركة الدواب وفي نفس الوقت تتلافى المشاكل الكتيرة جدا اللي كانت كنا بنواجهها مع تربطيني طب هاقف هنا دكتور هاقف هنا في النقطة دي يعني هاديك مثلا احنا عندنا مثلا محافظة البحيرة فيها سبع ست مراكز وانا انا باخد من الشمال والجنوب فيها خمس مراكز داخلين القرى اللي داخلها في المرحلة الأولى اللي هاديك ذكرته بعد سنة ان شاء الله هيبقى عندنا سواء في مجال الصرف الصحي اللي هو 25% فقط في الريف او في مجال الطرق ما بين القرى او الطرق الرئيسية داخل القرى او مجال الغاز الطبيعي كل اللي حدك ذكرته والسؤال التالي هل ده حيبقى على عدد السكان القائم في القرى ولا حاطت في اعتباره التوسعات السكانية القادمة لا يا فندم احنا حطين في اعتبارنا سنة اساس سنة هدف انا اسف 2037 كل الخدمات اللي هيتم تقدمها صالحة حتى او يعني تكفي نمو السكاني حتى 2037 وكل الخدمات دي بالاضافة الى خدمات التنمية الاجتماعية المدارس والوحدات الصحية دكتور ولا حطر وقفك حطر وقفك هنا لانه جاني ملاحظة في التليفون البعض قد يعتقد انه 2037 هتبدأ جاني السمار لا يا فندم اوضح ارجوك اوضح دا دايما واحنا بنخطط لمشروعات البنية الاساسية احنا بنخطط لسانة هدف بمعنى انه لو انا مثلا بعمل مشروع اعبارة عن شبكات ومحطات رفع ومحطة معالجة كبيرة تمام المشروع دا لازم يصمم لسانة هدف يعني محطة المعالجة القائمة دي هتكفي تصرفات القرية الى كام سنة احنا بنخطط دلوقتي لغاية 2037 وتبدأ من العام القادم المرافق اللي هننشئها النهاردة تبدأ من العام القادم تبدأ من العام القادم تشغيل الخدمة يبدأ من العام القادم تمام لكن التخطيط لهذه الخدمة أو المرافق المبنية تصلح إلى 2037 بعد 2037 لو حصل تغير في النمو السكاني نحتاج أن نعمل توسعات في محطة المعالجة فدي سنة هدف مش سنة تشغيل خدمة كمان عايز أشير لنوع آخر من التدخلات في غاية الأهمية دكتور وهو التدخلات الداعمة لإقتصاد المحلي توجيه السيد الرئيس هو استغلال كافة الأراضي المتاحة وغير المستغلة مش بس الأراضي غير المستغلة حاليا لكن كمان بنعمل تدخل جيد جدا وهو تجميع مباني الخدمات في مكان واحد يعني في الوحدة المحلية القروية بيتم تجميع كل المنشآت الخدمية الوحدة المحلية مقر الوحدة الاجتماعية التموين البريد الشهر العقاري نعمل مركز تكنولوجي مصغر لتقديم الخدمات في مبنى واحد يسهل أن ندمجه في منظومة التحول الرقمي يسهل الوصول إليه ويوفر مساحات كبيرة من الأراضي هيعاد استخدامها إما في مشروعات سكن تلائم الطبيعة الريفية وإما في مشروعات إقامة مجمعات انتجية سواء حرفية أو صناعية أو تجارية تلائم الميزة التنفسية الموجودة في كل قرية إذا ملأنا في جهاز تنميتر فضل إفنس اسمح لي عشان حطلع فاصل حضاكي الكلام بتقوله ده كله سيتحقق في 1500 قرية بعد عامنا اليوم يعني أهلنا في الريف اللي شايفينا دلوقتي أو سمعينا أو حين ينقل لهم هذا الكلام بعد سنة بإذن الله تعالى حيكون كل عدوك قلته ده قيد الواقع ولا لسه مخلصش قيد الواقع وفقا ليه تكليف للسيد الرئيس احنا بنتكلم على عمل بدأ بالفعل على الأرض وإطار زمني محدد بشكل حاسم لنهو المشروعات عظيم طيب نبقى معنا دكتور ولاء مشاهدنا الكرام فاصلنا الأخير نخرج إليه ونعود لكي نكمل وننهي حوارنا مع ضيوفنا الكرام أهلا بكم مشاهدنا الكرام مرة أخرى نعود إلى حوارنا مع ضيوفنا الكرام وأسئلتنا الأخيرة سيد دكتور خليل فتاح وأنت مستشار وذات التضامن لمبادرة الحياة الكريمة يعني دعني أسألك عن جانب مهم في هذه المبادرة هذه المبادرة تهدف إلى تطوير الريف المصري البعض قد ينصرف زهنه إلى التطوير المادي بمعنى القطاعات اللي ذكرها دكتور ولاء الصحة والانصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات وكذا كل هذه تدخل في إطار البنية التحتية لكن لا شك أن كل هذا لن يستخدم له حال إلا بوجود كدر بشري كدر بشري قادر على تشغيل المدارس والمحادات الصحية والتعليم أين الكدر البشري؟ وده للأسف سؤالي الأخير في هذه الحلقة في مبادرة تطوير الريف المصري أو حياة كريمة الكدر البشري هو داخل في صلب اهتمام ملف كبير خاص بالتدخلات الاجتماعية تدخلات المزمع تنفيذها في المرحلة التانية من حياة كريمة وفق القرار الصادر عن دولة رئيس الوزراء يوم 28 ديسمبر الماضي بتشكيل لجنة للإشراف على إدارة ومتابعة حياة كريمة تشمل في عضويتها أكتر من 13 وزارة وهي ينص على تشكيل 3 لجان فرعية للتدخلات ولجنة للمتابعة والمؤشرات 3 تدخلات لجنة للبنية التحتية وخدمات المرافق والمنشآت الخدمية بتنسأ جهود الوزارات فيها وزارة التنمية المحلية لجنة للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وهي لجنة بتضم مجموعة من الوزارات والهيئات وبتنسأ جهود الوزارات فيها جهاز تنمية المشروعات ولجنة للتدخلات الاجتماعية أيضا فيها مجموعة من الوزارات والهيئات وبتنسأ جهود الوزارات فيها وزارة التضامن الاجتماعي رؤيتنا في وزارة التضامن الاجتماعي هي إحداث نوع من التدمية المتكاملة متعددة الأبعاد بترد على مفهوم الفقر متعدد الأبعاد وبتستهدف من خلاله في البعد الأخير الاستثمار في البشق زي ما فيه استثمار في البنية التحتية وفي الموارد المادية فيه استثمار كمان في البشر رؤيتنا في إدارتنا لهذا الملف قائمة على بعدين بعد خاص به تدخلات مباشرة من وزارة التضامن عبر خمس محاور أساسية محور ساخن كريم ده مستمر معنا من السنة الأولى من المرحلة الأولى يعني وزارة التضامن الاجتماعي منوط بيها حصر الأسر المستحقة لاستفادة من هذا المكون وهيشارك معنا في التنفيذ هيئات أخرى زي غير المؤسسات المجتمع المدني زي الهيئة الاندسية وجهاز التعمير محور خاص بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي وهنا بقى فيه نوع من التدخلات بيبعد شوية عن مفهوم الإحسان أو تقديم الدعم أو المساعدات اللي كانت كنا بنمشي بيها في المرحلة الأولى فبقى هنا فيه تمكين اقتصادي بيستهدم إدماج أفراد وفئات للإخراج في سؤال العمل فيه محور خاص بالتنمية الأسرة بيقدم مجموعة من الخدمات للمرأة والطفل فيه محور خاص بمادة مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص زاوي الإعاقة داخل هذه القرى من اكتشاف مبكر الإعاقة وربطهم بخدمات وزارة التضامن ومحور أخير خاص بالتوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة على أضايا قومية زي قضية السكانية والإدمان والمخاطرات وخلافه وأضايا نوعية ممكن تنتشر فيه إطار جغرافي معادي ده شق الشق الثاني وزارة التضامن الاجتماعي بتارة ضم حسب رؤيتها يعني إدارة الملف الاجتماعي عند كل وزارة في شغلها له طبيعة اجتماعية زي التربية والتعليم ومستلف الآية العامة للتعليم الكبار فصول لمحو أمية زي الوزارة الزراعة مستهلة لها عامة خدمات بيطرية قوافل بيطرية يتم تسيرها زي القوة العاملة من وحدات تدريب متنقلة فوزارة التضامن الاجتماعي بتدير أو بتنسح جهود الوزارات أيضا عشان يبقى عندنا مجموعة من التدخلات فيها بعد تحسين خصائص السكان في التعليم تحسين خصائص السكان في العمل تحسين خصائص السكان في الصحة مد ما تظلت حماية اجتماعية ثم المساهمة في بناء الإنسان بالتوعية وتصعير المفيد عظيم أستاذ مصافة عندي نصف دقيقة سؤالي ستدخلون هذه التجربة كما دخلت انتجاره كثيرة توقعاتك إيه؟ للمجتمع المدني المصري من حس التساعه أو انخفاضه بعد تطوير ريف المصري خلال ثلاث سنوات في نصف دقيقة خليني بشكل سريع أقول لهاك الإسلام يعني يستنهز المجتمع المدني يعزيل الفرصة التاريخية ففي كتير من المؤسسات اللي مش هيدرب نفسه ويتطور من أدائه ويبدأ يكون نشط الفترة القادمة هيحصل له خروج من دوائر التنمية وبالتالي على كل ممكن الأهلين أو المشاركين في المجتمع المدني في كل المحافظات إن الفرصة دي فرصة تاريخية بالنسبة لهم يجب عليهم استثمارها يجب عليهم الاشتراك بأنشاطة طوعية وتنموية كبيرة الفترة القادمة مستقبل المجتمع المدني سيتغير في الثلاث سنوات القادمة كثير من القضايا اللي كان بيشتغل لها المجتمع المدني ستتغير تماما كل من يشتغل على الفقر المتعدد المحاولة اللي كان الدكتور خالد بيقول يشتغل على ملفات طبية منظومة تأمين الصح الشامل ستغير الكثير منه الجزء الآخر اللي يمكن سيد الرئيس كمان كلف به في مشروعات صغيرة ومتعدد صغر يجب علي المجتمع من الاشراك في هذه المشروعات الضخمة والتفكير في مشروعات إذا المجتمع مدني آخر بعد الثلاث سنوات بالتأكيد طروا لا للأسف نصف دقيقة فقط لا غير سؤال البسيط كل هذا التطوير اللي في المصري كيف سنعكس على سؤال المصريين الرئيسي العمل قوة العمل هل سيكون هناك فرص عمل أكثر بعد هذه المبادرة في نصف دقيقة في نصف دقيقة ثلاث مؤشرات بتقول أنه هيبقى فيه فرص عمل أكثر الأول أنه إحنا بنضخ 515 مليار جنيه في ثلاث سنين ده معناها طلب غير محدود على العمالة المؤقتة والموسمية طلب غير محدود وفرص استثمرية غير محدودة لعشرات الألاف من المقاولين المحليين ودول صغار المستثمرين ده هيعمل حركة كثيرة جدا جدا في الاقتصاد الريفي حاجة تانية التوجيه اللي صدر من دولة رئيس الوزراء وقبل التكليف الرئاسي الاعتماد على الصناعة الوطنية والمنتج المحلي بشكل كامل في كل المستلزمات المطلوبة في إنشاء هذه المشروعات إحنا محتاجين آلاف الطلمبات محتاجين مئات الآلاف من الكيلومترات من الأسلاك الكهرباء ومواسير المياه والصرف الصحي مستلزمات ومعدات الإنشاء محتاجين طوطين طوطين كبير جدا جدا على الصناعة الوطنية كل ده هيترجم إلى خطوط إنتاج جديدة وإلى فرص عمل شعر وزارة التضامن شكرك على دعوة مرسيكة مرسيكة أما أنتم مشاهدين الكرام فشكري كل شكري لكم تحت حلقاتنا الليلة ألتقي بكم إن شاء الله في حلقة أخرى قادمة